أولا هي كان مقولة تقول أنه الغاية تبرر أو الوسيلة تبرر الغاية والغاية تبرر الوسيلة فأنا صراحة كانت عندي غاية اللي هي أن نوصل صوتي للعالم في البداية كنت أريد أن أصبح إمام خطيب وبعدها لم يتحقق هذا الأمر فبدأت أبحث عن البدائل كيف أبحث عن البدائل؟ لما طرحت سؤال قلت أنا غاية يوشي علاش مثلاً حاب نولي إمام أو علاش حاب ندخل إذاعة الفلانية أو علاش حاب نولي صانع محتوى لقيت أنه بش نوصل رسالة فهنا لما مقدرتش أني يكون إمام خطيب لأسباب معينة ومقدرتش أني يكون إعلامي بارز في أحد القنوات لأسباب معينة منها شخصية ومنها ظروف فبدأت أبحث عن البدائل كيفاش نقدر نوصل صوتي للعالم؟ كيفاش نقدر نوصل الرسالة التائلة للعالم؟ فلقيت أنه هذه الغاية نقدر نوصل لها بقداش من طريقة اللي هي أني نقدر نوصل صوتي عبر منصات تواصل اجتماعي أني نقدر نوصل صوتي عبر تجمع أو تظاهر خارج يعني في الحي التائي أني نقدر نوصل صوتي مثلاً عبر العمل الخيري أني نقدر نوصل صوتي عبر المشاركة في ذاعات محلية مثلاً مثل قناة تحرير ويب تيفي يعني هناك كثير من الطرق نقدر بها نوصل صوتي فال2017 كانت هي نقطة انتقال في حياتي لما تخصصت في الإعلام في 2016 بدت حاول نتميز في هذا المجال اكتشفت أنه كان مجال اسمه مجال التعليق الصوتي هذا المجال نقدر نوصل به صوتي للعالم والحمد لله يعني مسيرة اجتهاد من 2017 أو من 2016 وأنا نجتهد لليوم الغدوة باش نخلي أفكاري وأفكار يعني للدين الحنيف أنها توصل للعالم جميل جداً